بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الرابع بعنوان Analysis of Simple Structures في section number 2 بعنوان Analysis of Beams في جزء الثامن إن شاء الله رح نشوف اليوم relations among load, shear and bending moment يعني العلاقة بين الأحمال وقوة القص والعزم الإنحنائي ونختم إن شاء الله الشبتر بمثال Simple Problem number 3 Relations among load, shear and bending moment لو افترثت أنه هنا عندي كاميرا بيم AB وعليها distributed load يعني قوة منتشرة هذه هي القوة المنتشرة لو أخذ هنا جزء ما بين السي والسي داش طبعاً أخذ هنا بالأحمال التي تطبق على الجزء سي سي داش الجزء هذا نفسه أخذته رسمته هنا طبعاً لو أنا قطعت رح أرسم الشير فورس والبنلينج مومنت بهذه الطريقة بالنسبة للجزء على اليسار وبهذه الطريقة على اليمين يعني بعد تغير في اللنث بDelta X رح أجد هنا تغير في الشير فورس وتغير في المومنت بيكتب بالطريقة هذه بالنسبة للمومنت يصبح عندي M بلاس دلتا M وبالنسبة للشير فورس رح يصبح عندي V بلاس دلتا V طبعاً الآن رح أكتب مجموعة الفورس باتجاه الواي بتساوي سفر ومجموعة المومنت حول نقطة القص مثلاً C داش بتساوي سفر لو كتبت مجموعة الفورس باتجاه الواي هنا رح أحسب بيها الشير فورس ولما أكتب مجموعة المومنت حول النقطة C داش رح أحسب بيها هنا المومنت أو البندنج مومنت طبعاً هنا إيش عندي كقوة عندي هنا قوة منتشرة بقيمة W على امتداد الدستنس دلتا X فلو جمعتها مع بعض رح أتحصر على W دلتا X هذا الإكويفلنت لود بالنسبة لل دستربتل لود طبعاً هنا مجموعة الفورس باتجاه الواي كل ما هو في اتجاه الواي هنا رح يكون بوزيتيف وكل ما هو عكس الواي رح يكون نيجاتيف الدلتا X ملتبلايد باي دابليو هذه رح تكون نيجاتيف زي ما نشوفه هنا لأنها نزلة تحت بعدين عندي هنا V ساعدة فوق رح تكون بوزيتيف وعندي هنا V بلاس دلتا V نيجاتيف لأنها كلها نزلة تحت طبعاً هنا لو سويت العملية الحسابية أقدر اختزل V هنا وهنا رح تفضل دلتا V منوس W دلتا X بتساوي 0 DV على DX يعني دلتا X بتروح نحو السفر لو أخذت هنا دلتا V تصبح تساوي W دلتا X يعني مينوس دلتا V بتساوي W دلتا X يعني مينوس دلتا V على دلتا X بتساوي W أشيل من هنا الإشارة السالبة واجهها على اليمين فتحصل هنا كنتيجة DV على DX بتساوي مينوس W اللي هو مينوس اللود أو الأحمال بصفة عامة لو أخذت الانتغريشن وسويت DV بتساوي مينوس W DX وعملت الانتغريشن على اليمين وعلى اليسار طبعا هنا البونس الانتغريل هنا بيكون VC وهنا VD بين النقطتين VD وVC بين النقطتين D وC وهنا ما بين XC وهنا XD فهذه لو حسبتها راح أتحصل على VD مينوس VC بتساوي الإكسبرشن هذه وهي عبارة على الاريا under the load curve يعني لو أنا عندي هنا curve لو حسبت الاريا هذه راح أجد minus الشير force أمر الآن إلى البند moment طبعا لازم أكتب مجموعة الفورس حول النقطة C بتساوي 0 راح أخذ الحين مجموعة المومنت حول النقطة C بتساوي 0 لو كتبت هنا راح يفضل عندي M هذا بالسالب لأنها بتدور مع عقارة بالساعة هذه هي سالب M وعندي هنا موجب M plus delta M بتدور ضد عقار بالساعة راح تكون بالموجب أي موجودة هنا وبعدين بضرب V هذه ضرب distance يعني V ضرب delta X وكمان بتدور مع عقار بالساعة فالإشارة بتكون سالبة زي ما نشوفه هنا تبقى القوة W delta X وهي بتدور ضد عقار بالساعة فالإشارة بتكون سالبة ضرب distance delta X على 2 طبعا هنا أقدر أختزل M بال-m وتفضل عندي هنا delta M minus V delta X plus W delta X multiplied by delta X كل على 2 بيساوي 0 لو عملت DM على DX يعني هو Limit of delta M على delta X لحما delta X بتروح نحو السفر delta M على delta X أقدر أجيبها من خلال الإكسپريشن هذه delta M بتساوي V delta X minus W delta X تربيع على 2 delta M على delta X بتساوي V minus W delta X على 2 أعوض هنا delta M على delta X V minus نص W delta X وطبعا لو هنا delta X بتروح نحو السفر يعني النتيجة رح تكون V وهنا تصبح عندي علاقة مباشرة ما بين moment والshear force اللي هو اشتقاق moment بالنسبة لدx بيعطيني الشير force لو أخذت الآن DM على dx بتساوي V أقدر أكتبها DM بتساوي V dx لو سويت التكامل على اليمين وعلى اليسار ما بين النقطة C والنقطة D طبعا هنا رح تحصل على MD minus MC بتساوي l-antegral of V dx ما بين X C وال X D وهي area under the shear curve يعني لو أنا رسمت الشير أحسب المساحة لتحت الكور بجد المومنت موسيقى موسيقى